يا أبنى شعبنا اليمني العظيم نحتفل اليوم بالذكرى الخامسة والخمسين في خطاب له بمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين لثورة الرابع عشر من أكتوبر جدد الرئيس عبد الرب منصور هادي وعده برفع العلم اليمني في جبال مران وأن وحدات الجيش وألويته يتنافسون لتحرير اليمن من الإمامة الكهنوتية وفي خطابه الذي وصفه هادي وجها لوجه مع الشعب اليمني امتدح الدور المصري الذي قاده الزعيم جمال عبد الناصر قبيل وأثناء ثورتي سبتمبر وأكتوبر كما شكر الدور المصري بقيادة الرئيس السيسي الذي كانت تعيش على صوت المرحوم جمال عبد الناصر في كل وادي وفي كل سهل حتى رعاة الغنم كانوا يسمعون لخطابات عبد الناصر ولم تأتي ثورة سبتمبر إلا على الزخم الذي كان موجود في الشمال والجنوب وعن الأزمة الاقتصادية وانهيار سعر الريال قال الرئيس هادي إن الحوثيين نهبوا احتياط البنك المركزي اليمني البالغ خمسة مليارات دولار وأكثر من تريليون ونصف ريال يمني وأودعوها كعصابة في كهوف صعدة ليعود مؤخرا للمضاربة بها لضرب الدولار وأضف هادي أن الهدف من الأزمة الاقتصادية هو إسقاط الشرعية بالاقتصاد بعد فشل إسقاطها بالحرب أن هذا الحدث الذي كان حق الأزمة الاقتصادية هو كان مرتبط حاجتين يا أن يسقط الشرعية بالحرب أو أن تسقط اقتصاديا هادي تطرق إلى أكثر القضايا سخونة في عدن بالقول إنه لن يسمح بتكرار الانقلاب في عدن متعهدا بمنع اقتتال الجنوبيين فيما بينهم وفي خطابه الذي بدى صريحا أكثر من أي خطاب سابق له اتهم هادي السعين للانفصال في الجنوب بأنهم أدوات إيرانية وأن مصارفهم وامتيازاتهم قادمة من إيران لكنه شدد على أنه لن يسمح به مهما كلف الأمر ما أشبه الليلة بالبارحة ما يحدث في صنعان لأن عادل الحوثي ويريد أن يعودنا إلى نقطة الصفر وهناك من هواء في نفس الوضع في المحافظات الجنوبية يريدنا أن يقيدنا نفس الوضع أنني لن أسمح على الإطلاق لن أسمح باقتتال الجنوبيين فيما بينهم ما يجري في صنعان لن يتكرر في الجنوب وعلى الذي يفكرون بهذا أن يبتعدوا وجدد الرئيس هادي رؤيته للحل في اليمن بإنهاء المركزية البغيظة التي شطرت اليمن ومزقته عبر تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والأقاليم الستة من المركزية المقيتة التي كانت في صنعان هي من شطر ومزق اليمن شماله وجنوبه أن هذه المركزية لن أسمح بعودتها أكرر لن أسمح بعودتها وإننا اتفقنا في الحوار الوطني على بناء اليمن الجديد بناء اليمن الجديد من ستة أقاليم في ختام حديثه جدد الرئيس هادي وقوف اليمن إلى جانب المملكة العربية السعودية ضد الهجمة الشريسة التي تتعرض لها الرياض على كل المستويات وأنها هجمة تستهدف العالم العربي بأكمله حانا لئيه